مساء الخير بين ليلة أمريكية وضحاها الروسية أصبحت الضربة صفقة اختزلها جون كاري بأن سلموا تسلموا واستكملها الروس بطمأنة وليد المعلم إلى أن سلاحكم الكيميائي سيكون بين أياد أمينة وفجأة تقدمت الأوراق التفاوضية على لغة النار ومن لندن وموسكو على توقيت سياسي واحد صدرت المقترحات كاري ظهر كمبتكر أفكار وأمهل النظام السوري أسبوعا لتسليم سلاحه الكيميائي بما يجنبه الضربة لكن روسيا كانت قد صاغط التسوية مع واشنطن وقدمتها على طبق من ضمانات إلى وزير الخارجية السوري الذي أعلن موافقة دمشق على وضع الأسلحة تحت إشراف دولي صفقة بردت خواطر الكونغرس الذي يلتأم اليوم وأخرجت أوباما من فك اللوب اليهودي لا بل وأنقذته من لعنة الكنيسة ورميها الحرم عليه ولو لم تعرض روسيا رقصتها الدبلوماسية لكانت حلقات الحرب قد استكملت دورانها وفي معلومات خاصة بالجديد أن ساعة الصفر كانت قد حددت ليلة الخميس الجمعة وتشمل ضرب مطارات سورية ومقار تابعة للفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد مع أماكن وجود الرئيس الأسد وتضيف المعلومات إن ما كان مخططا هو أبعد من سوريا ويطاول لبنان على وجه التحديد عبر تجهيز من ستة إلى سبعة ألاف مقاتل يتسللون من الشمال إلى الأسواق التجارية في بيروت ويتخذون من الباشورة ومناطق النفوذ حزب الله البيروتية منطلقا لعملياتهم كان ذلك في دفاتر النار الأمريكية على سوريا ولبنان معا لكن واشنطن نفسها لن تجد مخرجا لتسويق حربها فنتائج التحقيق الدولي لم تظهر بعد والدلائل التي بحوزة الغرب مجرد حكم سياسي وثمانية وستون في المائة من الأمريكيين أصبحوا ضد العدوان والأهم أن الفاتيكان ضرب بيد من صلاة وتمكن بأجراس الكنائس أن يحبط عزائم الحرب ولا بد أنه كان المرشد الروحي للتوافق الأمريكي الروسي بحيث أحرج البابا فرانسيس الرئيس الأمريكي نفسه بسلاح من صلاة وصوم من أجل السلام في سوريا لا بل انتقاد البابا تجار الأسلحة أثقل معركة السلام وإذا كانت حضيرة الفاتيكان لا تسوق التسويات فإن وقارها الروحية في العالم أفعل وأشد وطأة لسيما بعدما اجتمعت كنائس الغرب والشرق على رفض الحرب ولأن اللعب أصبح على المكشوف فإن البيت الأبيض بدأ يشي بالدول التي طالبته بالحرب ولسيما تلك العربية منها ليقنعنا وعن وجه حق بأن الكونغرس هو عربي الأصل وأن أمريكا كانت تلبي رغبات خليجية عربية في ضربها سوريا